السلام عليكم كل سلامتو طيبين وبخير تعالوا نعمل كده الكبدة البلدي بسم الله ما شاء الله زمانتو شايفين كده يا كبدة وقلبي بس بطريقة سهلة كده وسريعة وبسيطة للعيد اه طبعا اكلة حلو قوي قوي الاول يوم العيد زمانتو طبعا حابين بسم الله ما شاء الله زمانتو شايفين شكلها كده يفتح النفس حاجات كده جميلة اللهم بارك معايا كده 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 الكبدة على قلب زمانتو هتشوفوا كده معايا نقطحها كده الاول طبعا جوز يعني الشفاحمة بقى بقى بعملين لنا الاكل بسم الله ما شاء الله اهم حاجة بقى الخالطة اللي هي بتاعت الكبدة طبعا عملناها معكوا قبل كده بس هي بقى ايه تمكن زمانتو شايفين تفرمو كده بس الكينة وبقى دونس طبعا بتمنع الزفرة خالص وفرفل زمانتو شايفين كده لو وصلتوا معايا هنا بقى بس انتوشت لايك والاشتراك في القناة تفعيل الجرس على الكل زمانتو شايفين كده بقى معايا التوابل آآ هتنا بقى كمون وفلفل على الخالطة اللي احنا عملناها ديت وهنعصر كده عليها لامونة زمانتو شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عاجب جدا تفتح النفس اكارات العيد السهلة كده السريعة بسم الله ما شاء الله ما بتاخدش خمس دقيق اللهم بارك. زي ما انتو شايفين كده نقلب بقى الخلطة كده حطينا بس معلقة من السابع بهارات عليها. زي ما انتو شايفين كده. اللهم بارك. هنجيب بقى صانية كده نحطها على اهنار فيها شوية زيت يسخن وحيل وقوي قوي زي ما انتو شايفين كده. هننزل بقى اول حاجة كده بالقلب. لان القلب طبعا بياخد سوا عن الكبد. بسم الله ما شاء الله. اكلها سريعة وسهلة. وبعد ما القلب بتشوح كده معنا. نزلنا بقى بالكبد. اللهم بارك كده. الكبد طب طبعا هي يعني انسجتها آآ خفيفة جدا. ما بتاخدش طبعا سوا خالص. يعني اقل من خمس دقايق بازن الله تكونوا عملتوا الاكلة الجامدة دي واكلة حلوة وتعمها لازم جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بس هي احنا عايزين كده بلونها يتغير كده معنا الكبدة وتاخد كده تشويحها كده بالناحيتين. آآ يعني بسم الله ما شاء الله والله مبارك. زي ما انتم شايفين كده تاخد بس تشويحها كده من تحت تتقلبوها كده بالروحة على الناحية التانية. بس انا عشان ما صرعها بس الفيديو. انتو اتغيروك كده اللي انا يعني بنقلب بسرعة. بس زي ما قلت لكم الكبدة بلش تقلبوها كتير. وآآ عشان ما تتهريش منكم. بسم الله ما شاء الله. اكلة جميلة كده وسريعة. طبعا آآ في كده اول آآ ما عملنا الكبدة. حطينا معلقة من الخلطة اللي احنا عملناها دي. بس هيها كده ما جاتش معاكم في الفيديو. وبعد ما تتشوح كده زي ما انتم شايفين نحط معلقة تانية برضو من الخلطة. بسم الله ما شاء الله. واحنا بنحط الخلطة بتاعتنا دي على تلات مرات. آآ فاول قبل ما نحط الكبدة او مع الكبدة كده في الاول. وبعد كده في النص وبعد كده في الاخر زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الكبدة بقى خلاص كده لونها كلها بسم الله ما شاء الله كده. آآ عمل معي كده اتحمر ويا اللهم بارك آآ زي الفل. طبعا بقى احنا عمطعين كده فلفل حسب الرغبة طبعا. آآ تحطوه كده في الاخر. خلاص بعد ما تستوي. بتدي طعم طبعا وشكل جميل جدا جدا للكبدة. بسم الله ما شاء الله. اكلة سهلة كده وسريعة. اللهم بارك. لو وصلتم معا لحد هنا. متسنسناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. وتفعيل الجرس كده على كلمة الكل. عشان يوصل لكم بازن الله كل جديد. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم? وحطينا بقى كده الفلفل. آآ ياخد له برضو تشوحها كده مع الكبدة. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده. حطينا بقى بقية الخالطة كده معنا في الاخر. وحطينا شوية مية. عشان تكمل سوايا كده. بسم الله ما شاء الله. آآ اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد. طبعا نصلى على النبي كده. واكرت العيل الجميلة كده معينا. آآ كل سنة واحدة لكم طيبين وبخير جميعا. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. يعني عايز اقول لكم ما خدتش وقت خالص خالص معنا الكبدة. وهو كانت تبص رحتها جميلة جدا جدا. وهنجيب بقى طبعا بقى دونس. وهي يعني للتزيين كده. وهنكون مقطعينه كده على جنب. زي ما انتم شايفين كده. هي دي المرحلة احنا عايزين لنا وصلها كده. تكون الكبدة تتشوح. تشوفها حلوة كده مع الفلفل بسم الله ما شاء الله. بتدي ريحة كده وطعم حلوة. طبعا منحط بقى الملح والحسب الرغبة. زي ما قلت لكم كده الخلطة بتاعتنا دي بنعملها بنحط ثلاث مرات. آآ في اول التسويع في النص وفي الاخر. بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لكم بص كده شكلها عامل ازاي. حاجة كده تفتح النفس وريحتها جميلة. اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد. اي رأيكم. مجد بجد حاجة جميلة جدا جدا واكلة سريعة كده وسهلة للعيد. فقل من خمس زي اتعملوها كده وانتو وقفين. جدنا بقى البقدونس كده زي ان الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. قدمنا كده معا طبق تحينة وطبق كاتشة. طبعا لو عايزين بطاة محمرة وطبق مخلل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اي رأيكم. وصفة جميلة وسهلة وسريعة. لو وصلتم معنا على حد هنا بتنسونش كده اللايك والاشتراك القناة. وتفعيل الجراز عالكله. وصلوا عن النبي كده عليها. ابدا السلام والسلام. وزي ما انتم شايفين كده شكل الكبدة حاجة تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. الله مصال وصال ومباركة سيدنا محمد. حاجة جميلة جدا جدا. آآ زي ما انتم شايفين كده ماشاء الله. اكلها سهلة كده وسريعة ورحيتها جميلة جدا جدا. اعز اقول لكم الاكلة دي بتاكلي كده اول ما تحطب بسم الله ما شاء الله جميلة. لو وصلتم بقى معي لحد هنا. بتنسوش كده في اللايك ولا اشتراك في القناة. وتفعيل الجرس على كلمتك كل زي ما انا قلت لكم كده عشان يوصل لكم بازن الله كل جديد. رايكوا بقى في طبقة الكبدة بتاعنا. حاجة كده سهلة وسريعة. ما خلش في معنا ربعة خمس دقيق. بسم الله ما شاء الله. آآ وطبعا التلزين اهم حاجة بيفتح النفس قبل طبعا يعني ما تقدموا الاكل كده من غير التلزين. لا طبعا لازم تزينوا. اسيبكم بقى في امان الله مع السلامة. وكل سنة وحضركم طيبين وبخير جميع.